بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم إن شاء الله من خلال المحاضرة دي على الكاي سكويرد ديستريبوشن والأف ديستريبوشن السامpling ديستريبوشن of variance ده بنسميه كاي سكويرد ديستريبوشن theorem 6.5 هنا بتقول ايه if S squared طبعا S دي اللي هي الvariance of sample is the variance of a random sample of size n taken from a normal population having the variance sigma squared then chi squared اللي هي تشبه Z زي ما حسبناها في حالة السجما نون أو تشبه T في حالة السجما أنون يبقى هنا ال random variable اللي أنا هتعامل معاه اسمه chi squared وده هتحسب إزاي هيساوي n-1 مضروبة في S squared اللي هي variance of sample على السجما squared اللي هي الvariance of population طبعا لو أنا عوضت بيه ال S squared هي لو تفتكروا كانت السميشن of x i minus x bar كل سكويرد مقسومة على n-1 فطبعا n-1 هتروح مع n-1 فممكن يطلع القانون بالشكل ده إنما طبعا الأفضل إن إحنا نستخدم القانون كده نحسب ال S squared ونضربها في n-1 نقسمها على sigma squared طيب يبقى الكاي سكويرد في الحالة دي is a random variable having the chi squared distribution with the parameter ال new بتساوي n-1 نفس برضو إيه ال new اللي هي استخدمناها في t-distribution وطبعا ال new دي بنسميها degrees of freedom أو number of degrees of freedom شكل الكاي سكويرد ديستربيوشن بيطلع بالشكل ده طبعا الكاي سكويرد واضح من القانون بتاعه إن هو بتساوي n-1 طبعا ال n-1 دي لازم تكون positive مضروبة في S squared وبرضو ال S squared positive مقسومة على sigma squared دي كمان positive فبالتالي الكاي سكويرد لازم هتطلع قيمة positive فبالتالي لما نيجي نشوف ال distribution بتاعها هتلاقيه بيبدأ من zero ومفيش أي قيم negative هنا لو أنا حددت قيمة الكاي سكويرد أقدر أدخل الجداول واطلع قيمة الألفا وطبعا ممكن العكس طيب ده شكل الجدول بتاع الكاي سكويرد distribution طبعا هنا الكاي سكويرد علشان أحدد قيمتها لازم أعرف قيمة الألفا وقيمة ال new فبالتالي يبقى بدخل في العمود الأول ده بقيمة ال new وبدخل هنا بقيمة الألفا لو أنا عارفها أقدر أطلع قيمة الكاي سكويرد طبعا لو أنا عارف ال new والكاي سكويرد فبامشي كده لغاية ما لأي القيمة أو قيمة قريبة منها وبطلع كده أطلع قيمة إيه قيمة الألفا أو قيمة probability إن الكاي سكويرد تكون أكبر من أو تساوي القيمة دي ناخد مسألة تعرفنا إزاي نستخدمه بيقول هنا بلاستيك شيتينج بروديوست باي ماشين يبقى عندي مكنة بتعمل بلاستيك شيتز مست بي بريودكالي مونيتورد فور بوسيبل فلاكشواشن فهنا دي معناها إنه هو بيعمل عملية مونيتورينج ليه الفلاكشواشن يعني مونيتورينج ليه السيجما أو الستاندر ديييجي انسيكنيس يبقى هو هنا لقى إن فيه فارييشن بيحصل فيه الفيسكوستي للليكويد مولد بيسبب زيادة في الفارييشن انسيكنيس بيقول بقى من الاكسپيرينس من السامبلز كتيرة هو أخدها قبل كده وإنزا ماشينيز ويركني جويل تكون المكينة بتشتغل كويس. ان observation on sickness has a normal distribution. يبقى هو بيقول ان البوبيوليشن بيتبع normal distribution with standard division. السجما هنا معروفة اللي هي بتساوي 1.35. طبعا في حالة الكاي سكويرد لازم تكون السجما معروفة. لان القانون ان انا بقسم الاس سكويرد على السجما سكويرد. فبالتالي لازم تكون السجما معروفة. طيب هنا بقى بيقول لي ايه? samples of 20 sickness measurements. يبقى خد سامبل مكونة من 20 قراءة. are collected regularly. a value of the sample standard deviation exceeding 1.4 مليمتر signals concern about the product. يبقى هنا بيقول ان السامبل standard deviation لو زاد عن 1.4. فده معناه ان في مشكلة في البرودكت. السؤال بقى بيقول find the probability that when sigma equal 1.35. اللي هو مدهالي هنا. the next sample will signal concern about the product. يعني ايه احتمال ان next sample تقول لي ان في مشكلة في البرودكت. طبعا السجنال دي هتحصل امتى? اذا كانت الاس اكبر من 1.4 مليمتر. لان هو قال لي هنا اهو. exceeding 1.4 مليمتر. signal concern about the product. طيب يعني هو هنا ببساطة عايز يحسب الprobability ان الاس تطلع اكبر من 1.4. هنتطر ان احنا نحسبها من chi squared distribution. chi squared بتساوي n minus 1. وطبعا في الحالة دي لو رجعنا للمسألة هتلاقي ان هو خد sample مكونة من 20. يبقى الان هنا بتساوي 20. وبالتالي n minus 1 هتساوي كام? هتساوي 19. هيضربها في الاس سكويرد اللي هي 1.4 سكويرد. واسمها على sigma سكويرد. هنطلع من هنا بان الكاي سكويرد بيساوي 30.6. يبقى احنا عايزين بقى نحسب قيمة الprobability of chi سكويرد اكبر من 30 و 6 من 10. طبعا علشان نحسبها هنتطر الروح لكاي سكويرد distribution. احنا عارفين هنا ان الان بتساوي 20. وبالتالي degrees of freedom بتساوي 19. وانا عايز احسب الprobability ان الكاي سكويرد تكون اكبر من او يساوي 30.a.6. طيب هنروح دلوقتي ليه الكاي سكويرد distribution. ده كده شكل الكاي سكويرد distribution زي ما اتفقنا. احنا عندنا في المسألة كانت الان بعشرين يعني النيوب 19. فهنروح هنا للصف ده اللي هو النيوب 19. واحنا كنا بنضور على قيمة كاي سكويرد اكبر من او يساوي 30.6 من 10. هنمشي هنا لغاية ما هنلاقي القيمة دي اللي هي اقرب قيمة ليه 30.6 من 10 اللي هي 30.14 من 100. طبعا دي لو طلعت فوق كده هلاقي قيمة ايه قيمة الالفا اللي هي point o5. يبقى لو رجعت للمسألة تاني هلاقي هنا ان الكاي سكويرد عند خمسة من مية بتساوي تلاتين واحد من عشر. يبقى انا كده عندي احتمال ان الكاي سكويرد تطلع اكبر من تلاتين واحد من عشرة اللي هي سميناها الفا تطلع بكام او point o5 يعني خمسة في المية فبالتالي اقدر اقول the probability of false signal of concern ان يجيلي false signal طبعا false signal معناها ايه? ان يجيلي اشارة ان في مشكلة ويكون مفيش مشكلة false signal of concern is less than o point o5. يعني في كل ميت سامبل باخدها بيجيلي خمس مرات بيجيلي false alarm. يقول لي ان في مشكلة وهي في الحقيقة مفيش مشكلة. طيب اخر حاجة بقى هنتكلم على ال f distribution. هنا بيقول لي if s1 squared and s2 squared are the variances of independent random samples of size n1 and n2. يعني معناها ان انا لو اخت two samples. السامبل الاولى السايز بتاعها n1 والvariance بتاعها s2 والسامبل التانية. السايز بتاعها n2 والvariance s2 squared respectively. taken from two normal populations. يعني two samples دول متخدين من two normal populations. having the same variance. then the f ساعتها تساوي s1 squared على s2 squared. وطبعا ال s1 والs2. ال s1 اللي فوق بتبقى هي القيمة الاكبر. علشان زي ما هنشوف بعد شوية ان ال f table اصغر قيمة لها بواحد. فبالتالي لازم البسط يكون اكبر من المقام. طيب ال f دي بقى عبارة عن ايه? is a random variable having the f distribution. يبقى ال ratio بين the two variances عبارة عن f بتاتبع distribution. اسمه f distribution. with the parameters new بتساوي n1-1. يبقى عندي هنا فيه اتنين new. new one بتساوي n1-1. وال new two بتساوي n2-2. طيب ده شكل distribution. طبعا ال distribution برضو يشبه كتير ال chi-square distribution. يبقى انا هنا عندي قيمة معينة لل f distribution او ال tables هتجيب لي probability احتمال اكبر منها. اللي هو الاحتمال ده كله. يبقى لو عندي دي مثلا f of 0.05 يبقى دي كده ال alpha بتاعته. نفس الحكاية. ال f of 0.01 دي قيمة ال alpha بتاعته. طيب شكل ال f distribution يوشن تابلز عامل ازاي. هي بالشكل ده. فيه هنا لو نلاحظ. ال new one هو الصف ده. وال new two هو يعبار عن العمود ده. طيب قيمة ال alpha فين. قيمة ال alpha الجدول ده كله اللي احنا شايفينه قدامنا. ده عند قيمة alpha بتساوي. هي point two five. يبقى انا عندي الجدول ده هي عبارة عن اكتر من صفحة كل صفحة لها alpha غير التانية. نشوف كده بسرعة شكل ال f distribution tables عاملة ازاي. اللي قدامنا دي هي عبارة عن ال f distribution tables. لو نلاحظ ان قيمة ال alpha هنا بي point two five. خلينا نكبر دي شوية. يبقى هنا دي قيمة ال alpha بساوي point two five. لو روحنا للصفحة اللي بعدها. هتلاقي قيمة ال alpha هنا بي point one. لو روحنا للصفحة اللي بعدها. هتلاقي قيمة ال alpha هنا او point oh five. فبالتالي بقى انا عندي كل صفحة ليها alpha غير التانية. طيب ممكن طبعا من دي احسب قيمة ال new one ومن دي احسب قيمة ال new two. are taken from a normal population. what is the probability that the variance of the the first sample will be at least three times as large as that of the second sample. يعني معناها ان عايز يحسب ال probability ان ال s one squared اكبر من ثلاث مرات ال s two squared. فطبعا في الحالة دي لما هاجي احسب ال f. ال f هي عبارة عن ايه? ال s one squared على ال s two squared. هنا لو نلاحظ حاجة مهمة ان هو بيقول ان ال first sample variance هو ايه اكبر at least three times. يعني هو الاكبر. فبالتالي هاخد ال s one هنا هي في البسط. وبالتالي هاخد ال new one بناء على ال n one اللي هي ليه السامبل الاولى. انما تخيلوا كده لو كان جيفي المسألة دي. وقال ان السامبل التانية هي at least three times السامبل الاولى. فبالتالي هحط ال variance الاكبر في البسط. وبالتالي هتبقى هي السامبل التانية. وبالتالي هيبقى ال n one هي اللي ب13 وال n two هي اللي هاخدها بكم ب7. يعني انا برتب ال s one وال s two على حسب ان ال s one هي ال variance الاكبر. يبقى انا هنا عايز احسب ال probability ان ال f تكون اكبر من ثلاثة. طبعا هندخل في ال f distribution table. يبقى انا هنا عند قيمة ال f وعند قيمة ال new one اللي هي بتساوي في الحالة دي 7 نقص واحد يعني ستة. وعند قيمة ال new two اللي هي 13 نقص واحد يعني 12. وهدخل الجداول اطلع قيمة ال alpha المطلوبة. فهندخل الجداول ادي الجداول اهي هنجيبها من اولها. وهدور على ال f بتلاتة. ادي كده ده اول جدول. ان ال new one بتساوي ستة. وال new two بتساوي اتناشر. فهندخل عند ستة. new one اللي هي القيمة دي. وهندخل هندخل عند اتناشر. لو مشينا كده. هتلاقي ان قيمة ال f مش بتلاتة. واحد وتلاتة وخمسين من مية. يبقى الصفحة دي مش هتنفع. نروح الصفحة التانية. نفس الكلام برضو عند new one بستة. و new اتنين باثناشر. لما ندخل هنا هتلاقي ان قيمة ال f باتنين وتلاتة وتلاتين من مية. برضو مش هي دي. نروح للقيمة اللي بعدها. ادي ال new one بستة. ال new two باثناشر. ندخل هنا هتلاقي ان قيمة ال f بالزبط بتساوي كام? تلاتة. يعني معناها انها اتحققت عند الالفة دي. طبعا الالفة دي هنا بتساوي 0.05. يبقى انا كده قدرت باستخدام ال f distribution table ان احسب قيمة ال probability. نرجع للمسألة تاني. يبقى انا لما دخلت الجداول عند ال new one بتساوي ستة. و new two بتساوي اتناشر. وال f بتلاتة. قدرت اطلع ان ال probability بتساوي 0.05 او خمسة في المية. يبقى انا كده قدرت احل المسألة دي. وحسبت احتمال ان ال variance للسامبل الاولى يكون على الاقل تلات مرات ال variance بتاع السامبل التانية. وبكده نكون خلصنا المحاضرة. اتمنى الموضوع يكون مفهوم. وان شاء الله المحاضرة اللي جاية هناخد فيها امثلة اكتر وتطبيقات. وهنفهم الموضوع اكتر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.